موسيقى 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 لشؤون فلسطين والقدس السفير محمد بكر دياب إن القمة ستبحث سبل توحيد جهود الدول الأعضاء في المنظمة بغية إعادة الزخم لقضية الفلسطينية في ظل الجمود الذي تشهده جراء رفض إسرائيل الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية إضافة إلى تجنيد الطاقات لتعزيز عمل المنظمة في المنابر الدولية للخروج بموقف دولي موحد يشكل دعما للقيادة في سعيها إلى استرداد حقوق شعبنا المشروع في شأن آخر قال نادي الأسير إن أربعة أسرى في سجن النقب الصحراوي يخدون إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري أقدمهم الأسير محمود الفسفوس المضرب عن الطعام منذ العشرين من شباط الماضي أضاف النادي أن الأسرى الثلاثة على ريان وكرم عمر وأسامي الجنازرة التحقوا بالإضراب علما أن جميعهم كانوا أسرى سابقين في سجون الاحتلال قدوا أحكاما بالسجن الفعلي تراوحت بين أربع إلى تسع سنوات وفي القدس المحتلق تحمت مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال فادت مراسلتنا أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى فيما تصدى لهم المرابطون وطلبة العلم بهتافات التكبير الاحتجاجية إلى ذلك تناقش ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيسة مشروع قانون يحضر رفع الأذان في المساجد داخل الخط الأخضر تمهيدا للتصويت عليه ويهدف القائمون على مشروع القانون إلى حضر الخطب الدينية في المساجد بزعم أنها تدعم التحريض كما يدعي القائمون أن صوت الأذان يسبب إزعاجا لمئات الألاف من الناس دمر الجيش الجزائري مواقع عدة للإرهابيين في أكثر من ولاية في البلاد فيما اكتشف مخبأا على الحدود مع ليبيا تنشط قوات الأمن الجزائرية خلال الأشهر الماضية من أجل القضاء على جماعات مسلحة بعضها متشدد كما تسعى السلطات إلى ضبط حدودها الطويلة مع تونس وليبيا لمنع تسرب متشددين عقدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون صفقة لبيع تركيا عددا غير محددا من القنابل الذكية عبر هيئة المبيعات العسكرية الأجنبية ألم يسبق لشركات أمريكية أن باعت قنابلة من طراز بلو 109 لتركيا ويرتقى بأن ينتهي تسليمها بحلول العام 2020 وذكر مصدر عسكري تركي أن أنقرة بحاجة إلى قنابل ذكية مماثلة بالنظر إلى خوضها حربا غير متكافئة نهاية المجهز شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء